عاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى القاهرة عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية للمائة واربعين مائة واربع واربعين لاتحاد البرلماني الدولي كانت مشاركة رئيس مجلس النواب قد شهدت نشطا مكثفا حيث ألقى كلمة حول موضوع النقاش العامل الجمعية تناول فيها الرؤية المصرية ومجهودات الدولة في مكافحة تغير المناخ على الصعيدين الوطني والعالمي ومن أجل بلورة جهد قانوني ودولي منظم وعادل لمواجهة تلك الظاهرة السلبية